بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضراتكم في المؤتمر الإسبوعي اللي دايماً حريصين إن احنا نعرضه عشان نناقش مع بعض كل شواغل الرأي العام وأي مستجدات في الشأن الداخلي أو الخارجي واسمحوا لي ممكن كده حبدأ في بداية يعني إحنا دايماً كنا بنتكلم وكنت حريص مع حضراتكم إن أنا أقول لكم مدى تدعيات وتأثر المحيط والمنطقة بتاعتنا اللي احنا موجودين فيها بكل ما يحدث من اضطرابات وطبعاً يعني حضراتكم شايفين مدى تصارع برضو أزمة الصراع الإقليمي اللي موجود ويمكن طبعاً حضراتكم تابعته في خلال الإسبوع ده يعني الحقيقة كان هناك يعني محاولات يعني أو مش محاولات هو ما تم إنه تفتحت عدة جبهات أخرى للصراع سواء في جنوب لبنان أو في الضفة الغربية ومصر طبعاً من موقفها سابت تماماً في هذا الموضوع بإدانة أي اعتداءات على يعني أشققنا سواء في لبنان أو فلسطين وتحذرنا المستمر وفخامة الرئيس كان بيحذر دايماً من تداعيات التسع نطاق الصراع الموجود وخروجه بره نطاق غزة وجهدنا الشديد لإيقاف إطلاق النار في غزة ولكن يعني اللي بيحصل دلوقتي من فتح يعني جبهات أخرى ده طبعاً مش لصالح المنطقة على الإطلاق ولكن الحقيقة أنا هنا كنت بأخذ هذا المدخل عشان أتكلم مع حضراتكم أن يعني حتى يعني تداعيات هذا المشهد على قطاعات كثيرة جداً اقتصادية في دول مختلفة ويمكن منهم العلق أخص قطاع السياحة وكان هناك تقارير الحقيقة طلعت في خلال الفترة الأيام القليلة الماضية بتشير إلى أن المنطقة النهاردة بقت يعني مش جاذبة للسياحة العالمية بسبب يعني أن الناس كلها في الخارج شايفين أن المنطقة منطقة صراع ولكن الحمد لله هذه التقارير قالت الدولة الوحيدة المستثنى من هذا الموضوع هي مصر وأن مصر نجحت بالرغم من كل الاضطرابات الموجودة فإنها تحقق جذب سياحي وأنها الحقيقة قادرة على الصمود وهذا القطاع قادر على الصمود في مصر وأن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة جداً للعالم بالرغم من وجودنا في قلب الصراع الإقليمي الموجود واللي بندعو إن شاء الله أن دايماً مصر تبقى في أمن وأمان وبعيداً عن أي اضطرابات في هذا الشهد وده الحقيقة بيقودني إلى أن احنا عملنا اجتماعات هذا الأسبوع مع السيد وزير السياحة والسيد وزير الإسكان على موضوع الخريطة السياحية وأن احنا هدفنا إتاحة أكبر حجم من المناطق اللي النهاردة إن شاء الله نكون بنستهدف من خلال هذه المناطق تشجيع الاستثمار السياحي لإنشاء أكتر من 200 ألف غرفة في خلال الخمس سنين القادمين وده هدف مهم جداً عشان نحقق فكرة التلاتين مليون سائح إلى مصر النهاردة بتستهدفهم في خلال الفترة القادمة تاني بأكد الغرف اللي موجودة النهاردة في مصر اللي مبنية وبتشتغل حتخلينا نصل إلى حد أقصى 18 مليون سائح في السنة ولكن عشان نصل إلى هذا الهدف محتاجين 200 ألف غرفة احنا بنشتغل هنا في العالمين وفي منطقة كل الساحل الشمالي على عدد كبير من الغرف اللي النهاردة تحت الإنشاء مناطق أخرى موجودة على ساحل البحر الأحمر ولكن ناقشنا أن يكون هناك عدد من الحوافز الإضافية اللي تشجع المطورين السياحيين خلال السنة والاتنين القادمين على الإسراع بإنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف السياحية وإن شاء الله حنخرج بهذا الكلام في خلال الفترة قليلة جدا القادمة بإذن الله فده أنا بس حابب أن أكد على هذا الموضوع أن الحمد لله القطاع السياحة قادر على الاستمرار والنمو وإن شاء الله نحقق الأهداف اللي كانت موجودة في هذا الشأن أيضا الحقيقة في إطار منظومة السياحة أنا بتابع طبعا بناء على توجهة سيادة الرئيس جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وحابب أن أنا أقول لكل المصريين أن المتحف تقريبا إحنا خلاص أنهينا كل الأعمال الخاصة بالمتحف وإحنا بنتطور المنطقة المحيطة بالكامل بتاعت المتحف كلها ومش بتكلم على حتى منطاق المحيط بالمتحف ولكن بنتكلم حتى على المحاور والطرق كلها اللي بتؤدي إلى المتحف ويمكن أكيد حضراتكم تابعته التطوير اللي بيحصل على الطريق الدائري إحنا واخدين كل الوجهات المباني اللي موجودة على الطريق الدائري ده عشان في إطار برضو الشكل الحضاري للمنطقة بالكامل لأن هذا المحور هيبقى هو المحور الرئيسي اللي بيودي للمتحف الكبير لكن طبعاً بنطور كل النطاق المحيط بدءاً من مطار سفينكس لغاية المنطقة المحيطة بالمتحف نفسه وإن شاء الله يكون هذا المشروع العملاق يعني هدية مصر للعالم كله ولكن أنا اللي بقوله إن إحنا إن شاء الله خلاص بنضع اللمسات الأخيرة تماماً لفتتاح المتحف ويبقى التوقيت المناسب لهذا الموضوع طبقاً طبعاً ليه يعني رؤية سياسية في إطار طبعاً الظروف اللي إحنا شايفينها في المحيط المرة أخرى الإقليمي بتاعنا أيضاً الحقيقة أنا حابب إن أنا أعبر عن ساعاتي جداً بنجاح والتأثير الإيجابي لمبادرة ميت يوم ساح السنة اللي فاتت يمكن إحنا قلنا إن كان فيه مداخلات لهذه المبادرة المهمة جداً بلغت حوالي ستين مليون يعني مداخل أو مبادرة أو للعلاج في أثناء إطلاقها للعام الأول السنة دي الحقيقة حتى هذه اللحظة وإحنا بنتكلم على شهر واحد فقط من المبادرة تجاوز العدد خمسة واربعين مليون خدمة في شهر واحد وبالتالي ده يدينا مؤشر إن يعني لما بنكمل إن شاء الله المائة يوم هيكون العدد كبير جداً ويمكن نصل إلى ضعف العدد الخدمات اللي عملناها السنة اللي فاتت ودي كلها خدمات من خلال بتحصل من خلال أكتر من سبعمائة مستشفى وخمسة تلاف وحدة صحية وخمسمائة قافلة علاجية وبنوصل لكل المصريين في كل حتة في مصر ونقدم لهم كل الخدمات اللي هم موجودين فيها وهذه النوعية من المبادرات الحقيقة فخمت الرئيس كان يعني وجه الحكومة إنها تشتغل عليها زي مبادرة طبعاً فيروس سي مبادرة يعني صحة المرأة وكل الحاجات الأخرى اللي احنا شغالين عليها والمؤشرات الحمد لله بتوري إن هذه النوعية من المبادرات بتاعمل فعلاً تأثير إيجابي بسرعة جداً للمواطن المصري أنا حابب إن أنا أتكلم على الوضع الاقتصادي لإن دايماً كل الكلام على الوضع الاقتصادي وكل شوية بتطلع مدخلات وإشعات ويتقال معرفش إيه وحيحصل إيه وموقف الدولار إيه وموقف الجنيه إيه أنا بس حابب إن أنا أقول إن يعني صندوق النقد الدولي نفسه طلع مؤخراً لسه من خلال أيام قليلة جداً تقرير على الاقتصاد المصري وبيشيد بالاقتصاد المصري وإن الحكومة المصرية نجحت بالرغم من كل التحديات اللي بتواجهها في وضع الاقتصاد المصري على المصاري الصحيح السياسة النقدية وأنا حابب تاني أأكد إحنا ما بنتدخلش خالص في سعر الصرف إحنا سايبينه بتبقى لقليات العرض والطلب والحمد لله يا رب والحمد لله الرؤية موجودة وبتورينا تماماً إن إحنا الموضوع مستقر وفي الإطار مستقر ويمكن حضركم بتتابعوا كان فيه اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية هذا الإسبوع وبخلاف هذا الاجتماع إحنا أنا مع السيدة المحافظ يمكن ما بنعلنش أحياناً على بعض الاجتماعات أو بنطلع عليها بيان صحفي ولكن في الإسبوع الواحد مش أقل من مرتين ثلاثة والأمور الحمد لله أنا بحابب إن أنا أطمن المصريين الأوضاع الحمد لله مستقرة وإحنا زي ما بقول لحضراتكم بنضع لنفسنا أنا عايز أقول مش عايز أقول لللفز ولكن السيناريوهات المتحفزة نتيجة للأوضاع الإقليمية بنضع دايماً إيه هي السيناريوهات الأسوأ وحنتعمل معها زي للتمن شهور والعشر شهور والسنة الجاية عشان نبقى دايماً محتاطين وعملين حسابنا للظروف والعوامل وأي مفاجآت أو صدمات ممكن غير منظورة تحصل فنديب إحنا بنضع هذه السيناريوهات ونضع كمان لها خطة التحرك فدي أنا حابب إن أنا أقولها وتاني أرجع ليه لقاله السندوق إن الدولة المصرية يعني نجحت في هذا الموضوع فيما يخص السياسة النقدية على السياسة المالية أشاد أيضاً بيعني تنفيذ الحكومة لعملية الترشيد الإنفاق وإن إحنا فعلاً موضوع الاستثمارات قادرين إن إحنا يعني نضبط هذا الموضوع وده فعلاً اللي إحنا شغالين عليه بقوة ودايماً زي ما أنا قلت لحضراتكم عام 24-25 هو العام الأهم إحنا الحمد لله يعني نقدر نقول يعني خرجنا كان من أزمة خانقة ولكن أهم شيء إن إحنا نستمر في الانضباط المالي بتاعنا في عام 24-25 عشان يكتمل التعافي من الأزمة اللي كانت يعني مصر كانت موجودة فيها ودي النقطة المهمة جداً بالنسبة لنا مستلزمات الإنتاج تاني حقاً مستلزمات الإنتاج المواد الخام السلع الاستراتيجية هي الأولوية الأولى للدولة المصرية وبالتالي يمكن أنا بتابع برضو إسبوعياً موضوع الدواء وإن ابتدى طبعاً جزء كبير من الأدوية اللي كانت أساس كانت فيها مشكلة كبيرة ابتدت الحمد لله تتوفر وزي ما قلت لحضراتكم تباعاً حنبدأ نحس إن شاء الله بانضباط سوق الدواء ما زال عندي عارف مشاكل وعندنا شركات بتقول إحنا محتاجين تسرعوا بصرف المستحقات وفروق السعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار ودي شغالين عليها أنا حابب بس إن أنا أقول إن إحنا ضخينا في خلال الشهرين اللي فاتوا لهيئة الشراء الموحد في حدود عشرة مليار جنيه علشان تسدد كان جزء كبير من الالتزامات اللي كانت لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية فبنجتمع بهذا الموضوع علشان نضخ على طول ونشجع الشركات للعودة في الإنتاجية ونعيد الاتزام في سوق الدواء لإن ده كان شيء مهم جداً في هذا الشأن إحنا كدولة بنحاول نرشد فعلاً يعني بصورة جوهرية ويمكن حختم في الآخر بموضوع الطاقة استهلاكاتنا من أو احتياجاتنا من العملة الصعبة كدولة من خلال الترشيد من خلال ترشيد الاستهلاك في كل المجالات ورفع كفاءة توليد الطاقة بأقل كمية ممكنة ولكن يبقى أن احنا التحدي أن احنا عايزين نزيد مواردنا بصورة كبيرة جداً من العملة المحلية من القطاعات الرئيسية وعلى رأسة قطاع الصناعة ويمكن عشان كده برضو قطاع الصناعة ما بيعديش أسبوع غير لما بنعود وبنتابع طبعاً مع سيادة الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بنعمل كل الحوافز اللي ممكن أنها تتعامل في هذا الشأن يعني يمكن النهاردة يعني احنا أي مستثمر جاد بيطلب أرض علشان توسعات النهاردة القرار اللي مواخدينه أن يتم تفويد السيد النائب أن احنا بناخد القرار من خلال المجموعة الوزرية الاتماء الصناعية ويتم التخصيص المباشر للأراضي للمستثمر الجاد اللي فعلاً عنده رؤية واضحة لتوسعات لمصنعه أو أنه بيدخل صناعة جديدة وبالذات في الصناعات اللي احنا محتاجينها في هذا الشأن وأيضاً فيما يخص التيسير في إجراءات رخص البناء وخلافه أيضاً في هذا الموضوع الحقيقة يمكن فيما يخص الطاقة إحنا برضو الأسبوع الواحد مش أقل من اجتماعين ثلاثة مع وزيري البترول والكهرباء على متابعة الموضوع ونتوفير الالتزامات بتاعة الدولة علشان نضمن عدم العودة لقطع الكهرباء وده احنا شغالين عليه بجهد شديد جداً 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 عشان نضمن هذا الموضوع والأهم نبقى مؤمنين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة اللي موجودة في الدولة علشان ما يحصلش فيها أي اهتزاز ويمكن حضراتكم يعني تابعته السيد وزيري البترول عمل اجتماع مهم جداً هذا الأسبوع مع كل الشركات اللي شغالة في مصر واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية بتشجحهم على زيادة معدلات الانتاج من الحقول والأراضي المصرية اللي موجودة وهذه الحوافز هتبقى بتشجحهم على الإسراع بخطة الانتاج وإن هم يزودوا الانتاجية بتاعتهم وإن احنا نقدر إن شاء الله مع بداية عام عشرين خمسة وعشرين نستعيد معدلات الانتاج اللي كانت موجودة قبل فترة وقبل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة لأن ده من شأنه إنه يقللي فطورة الاسترادة على طول كل ما الحقول بتاعته ترجع ودي نقطة مهمة جدا يعني بيتقال إيه بيتقال إن الأراضي أو الحقول المصرية واضح إنها إنتاجها نضب أو قال لأ هي المشكلة كلها إن عشان أضمن دايما استدامة معدلات الانتاج محتاج كل شوية أدخل استثمارات ودي ممكن أنا قلتها وبأكد عليها اللي أنا عايز أقوله لأ إحنا قدراتنا الحمد لله في مصر نقدر إن إحنا إنتاجنا يزيد ويكبر ولكن هو كله كان مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركة الأجانب عشان يستثمروا ويطلعوا هذا الانتاج هو دا اللي إحنا شغالين عليه بقوة شديدة جدا وبتابعوا على مدار الإسبوع مع السيد وزير البترول ويمكن حضراتكم تابعته هذا الإسبوع تم الإعلان عن كشف جديد في الصحراء الغربية وده شيء مهم لأنه الأساس إنه كان زيت ولكن طلع معاه إن فيه غاز أيضا وده شيء جيد وبالتالي إحنا بنحاول نشجع كل الشركات النهاردة على الإسراع بمعدلات الاستكشاف عشان يقدروا إن شاء الله كل ما يدخل بسرعة إنتاج محلي كل ما بيوفر لي فطورة الاستيراد وده شيء مهم جدا إحنا بنتحرك عليه ده بالإضافة طبعا لموضوع الطاقة الجديدة والمتجددة اللي أنا بقول لحضراتكم ده شغلنا الشاغل عشان السنة الجاي إن شاء الله نقدر ندخل أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة معانا عشان نقدر نضمن إن ما يبقاش فيه ضغط الصيف الجاي على استهلاك وقود حفوري ونروح نستورد ونجيب أرقام كبيرة أكتر من قدرات الدولة أو إمكانيات الدولة فيما يخص السلعة ويمكن إحنا على طول بأعمل اجتماع لجنة ضبط الأسعار وبتابع الأسعار وإن شاء الله طبعا حيبقى فيه معرض أهلا بالمدارس وموسم المدارس وكل سنة وحضركم طيبين ولكن الأهم أنا وجهت معالي وزيرة التنمية المحلية معالي وزيرة التموين إن يبقى مقرات هذه المعارض تبقى مقرات دايمة يعني هناك معارض دايمة على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات كلها بتتغير معنوان المعرض ولكن يبقى مقر موجود دائم ويفضل هذا المعرض يقدم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين إن شاء الله عشان يبقى جزء من إتاحة منافذ ليهم بأسعار مخفضة في خلال الفترة اللي جاية بإذن الله أنا هتوقف عند هذه النقطة وفيه لو فيه بعض الأسئلة يعني هناخدها من حضركم فضل معا لدولة رئيس الوزر حماد العرب النيل للأخبار سيادتك يعني مما انتهيت إليه من الحديث حول ملف الطاقة كان هناك اجتماع بالفعل مع وزير البترول وسيادتكم الحديث عن استكشافات جديدة هناك ما يقرب من 12 موقع لشركة إيجاز وفيتم طرحهم في مزيادات عالمية عزينا رفندم لو فيه تفاصيل حول هذا الموضوع إضافة طبعا إلى الموضوع المتعلق بتوريدات السلع الاستراتيجية وخاصة قصب السكر وبنجر السكر للمواطنين وتحديد أسعار ما بين 2500 و2400 استهدافات الدولة المصرية من هذا الملف وهذه السلع الاستراتيجية بالتحديد شكرا فنم احنا زي ما بقول لحضراتكم كل شغلنا شاغل زيادة الانتاجية من البترول والغاز في خلال الفترة القادمة عشان كده يعني كان التوجيه للسيد وزير البترول بسرعة يعني طرح مواقع جديدة المؤشرات بتقول ان هذه المواقع هيكون ان شاء الله فيها يعني حجم من الانتاجية وعشان كده يمكن ال 12 موقع دول اللي احنا موجودين ولكن الاهم يعني انا حتى طلبت من السيد الوزير هناك النهاردة في شركات عملاقة كبيرة جدا بقت النهاردة بتطلب اماكن بالتحديد فاحنا النهاردة يعني اديت لسيد الوزير الامكانية ان هو يعرض على مجلس الوزراء لو عايز يعمل اتفاق مباشر مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية اللي النهاردة لديها الدراسات اللي هي بتقول انا عايز المنطقة دي لان انا عندي يعني يعني فرصة ان انا اعمل فيها اكتشافات ان احنا نتحرك بسرعة في هذا الشأن وانه يعرض على المجلس هذا الموضوع في اطار طبعا القوانين والقرارات المنظمة لهذا الكلام لكن حتى نروح لهذا الكلام للاتفاق المباشر طالما ان ده هيحقق صالح الدولة في هذا الشأن الجزء يمكن بشكر حضرتك عليه الجزء الخاص بقصب السكر والبنجر وده كان الحية بالتنصيق مع مجلس النواب وان احنا قررنا ان احنا نعلن النهاردة سعر استرشادي المحصولين المهمين جدا اللي بدخلوا في صناعة السكر وهو قصب السكر والبنجر فاحنا اتفقنا فعلا ان هيبقى السعر الاساس لقصب السكر 2500 جنيه وايضا للبنجر 2400 بخلاف عدد بعض الحوافز الاخرى اللي هتبقى موجودة اللي كانت بتبقى دايما بناخدها على الانتاجية وعلى درجة الحلاوة ولكن هنا شيء مهم جدا لانها رسالة مهمة من الدولة ان انا بشجع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها الى الدولة المصرية بسعر منافس ويمكن في بعض الافكار الاخرى اللي حنقشها في موضوع حتى قلية السادات عشان نبقى نسرع الخطة بوضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح وزي القطاع الخاص ما بيعمل يعني احنا بنفكر في بعض الاليات هنعلن عنها قريب جدا قبل حتى ما يعني المحصول يبقى متاح ازاي ان احنا نشجع الفلاح على التوريد المبكر ان شاء الله في هذا الموضوع انا بدرسها مع الساد وزير التموين والزراعة والمالية بحيس ان احنا نشجع الفلاح لهذا الامر احنا ليه بنرفع الاسعار بهذا الكلام وبندي سعر مجز علشان بيبقى البديل الفلاح احنا النهاردة الفلاح النهاردة قصاد هذا الكلام لما بيلاقي ان فيه سعر غير مجز الدولة ما بتديه لوش بيروح ياما بيزرح حاجة تانية ياما بيدي المحصول بتاعه لمنافذ اخرى او صناعات اخرى او انشطة اخرى السكر ده سلعة استراتيجية لمصر ويمكن انا عايز بس اقول لحضراتكم يعني كان داخل النقاش الداخلي وهو مجلس الوزراء السيد وزير الصحة اثار هذا الموضوع ان يعني مصر من المواطن المصري من اكثر مواطني او معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم واحنا مش منتكلم هنا عشان يعني انا بيقولها على سبيل يعني الدعاء بدنا احنا مش بنقول علشان نقلل السكر ولكن الخطورة ان كتر الاستخدام بيؤدي الى امراض طبعا لقدر الله احنا بندعو الله انها ما تبقاش موجودة عند المصريين من الامراض المزمنة عندنا كلنا يعني معروف ان نسبة الموضوع السكري ده بيبقى يعني مشكلة ولكن يعني دي سلعة استراتيجية المصر احنا مهتمين جدا ان احنا نحميها ونشجع الفلاح عليها ونشجع الصناعة الوطنية عشان تغطي كل احتياجات مصر في هذا الشام ولكن يعني احنا بنقولها يعني الحقيقة سيد وزير الصحة اشار هذا موضوع جرز لازم ان احنا كلنا كمصريين نبقى واخدين بالنا من صحتنا وفكرة دي ان الموضوع مش موضوع ان السلعة بوفرها ولا لا احنا هنوفر وان شاء الله حتى لما بيبقى هناك احتياج بنستورد والسنة اللي فاتت استوردنا مليون طن او السنة دي علشان ندبر الاحتياجات ولكن بنثير هذا الموضوع اللي وعي المواطن ان كسرة الافراد في استخدام السكر بيبقالها تأثير دار على الصحة وده بيبقى شيء صعب لان تبقى احنا بنحمي هذه الصناعة وحنظل نحميها وندعم الفلاح في هذا الشأن الحكومة في الفترة الاخيرة يعني بحضرتك قد تجازة اجتماع للاجنة ضبط الاسعار وكان اخر تقريرين طلعين وحضرتك اشارت اليوم في المؤتمرات الصحفية السابقة ان انخفاض معدل التضخم لكن دي حالين يعني بقول لحضرتك دي ممكن تقرير لكن في الشارع في اسعار مبالغ فيها فعايزين وكان في مبادرة للحكومة حضرتك اطلقتها اللي هي بتاعت منتجات الالبان وسبع سلع لتخفض الاسعار دي نجح جدا ليه منعدهاش تاني وايه يعني اجراء الحكومة اللي هاتخدوا لخفض الاسعار الخضروات في الشارع الخضروات عشان برضو دي كنا بنقاشها ان لاحزنا فعلا ارتفاع في الخضروات في الفترة الاخيرة بس ده برضو عشان ارجو من حضراتكم نبقى واخدين بالنا ده مرتبط بالعروات اللي بتبقى موجودة في فصل العروات اللي موجودة يعني بيبقى فترة في معينة نتيجة لان يعني عبارة ما بتيجي العروة التانية بيبقى في فترة بينية تبدأ نلاقي الاسعار بترتفع الاسعار بتنزل ولكن احنا متابعين هذا الموضوع ولكن في نفس الوقت والحمد لله بيحصل زيادة في الانتاجية مع مرور الوقت ولكن الاهم بقى فيما يخص اللي حضرتك نايشن احنا فعلا في لجنة ضبط الاسعار بصدد ان احنا هنددى ندخل مجموعة اضافية من السلع غير المجموعة الاستراتيجية الاساسية عشان نحاول ان احنا ناخد كل الاجراءات زي ما عرفنا في السبعة الرئيسيين نتحرك على نفس المنتجات في الفترة الجاية وكل اللي يهمني النهاردة ان يبقى المعروض كبير في السوق وما يبقاش فيه نقص من هذه السلع ودايما بيبقى التواصل مع اتحادات الغرف علشان نضمن هذا الموضوع وعشان بقدر الامكان زي ما حضرتك بتقول انا عارف ان بيبقى احيانا بيبقى تحصل بعض الزيادات ولكن ازاي نقدر نتعامل معها علشان كل اللي يهمنا الفترة الجاية استقرار الاسعار وتبقى في حدود المعقول وما يبقاش فيه قفرات او زيادات في هذا الشأن واحنا حرسين كل الحرص على المتابعة في هذا الموضوع وزاي ما قلت بحضرتك هندخل مجموعة اخرى من السلع في خلال الفترة الجاية حضرتك حضرتك التقييد وفد شركة روساتوم الروسية كنا عايزين نعرف اخر تطورات موقف انشاء محطة الضبع النووية ومتى تصبح على خريطة انتاج الطاقة في مصر ومتى مساهمتها ايضا في توفير الطاقة اللازمة يعني الحمد لله احنا النهاردة طبعا بنتابع هذا المشروع القومي للدولة المصرية وبمنتهى يعني الامانة يعني يعني الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في ان احنا نفعل هذا المشروع العملاق حضرتكم وإحنا وكلنا من وإحنا صغيرين كنا بنقعد ندرس في المدارس ان هناك حلم مصر للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبع ونقعد نقرأ بأنه سنين وسنين القرار اللي اتاخد منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق كل يوم بيثبت يعني مدى الرؤية السديدة للإسراع بإدخال هذا المشروع لمصر وطبعا حضراتكم عارفين التحديات اللي موجودة حاليا تخص الجانب الروسي اللي هو شاركنا في إطار الظروف العالمية اللي موجودة والعقوبات اللي مفروضة على الشركات الروسية ولكن اللي انا يعني حابب ان انا اطمن حضراتكم فيه ان الحمد لله مع كل ده المشروع ماشي تبقى لبرنامج زمني بتاعه مفيش تأخير نسبة التأخير حاجة بسيطة جدا 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 وحتدم تجاوزها في خلال بضعة أشهر وبالتالي التبقى للمخطط بتاع هذا المشروع ان شاء الله المرحلة الاولى منه تدخل الخدمة في خلال سنة الثمانية وعشرين زي ما تقيل وده مش هيحصل فيه تأخير الاهم احنا بنتكلم على اكتر او في حدود اكتر من اربعة جيجا او اربعة وشوية جيجا اربعة ونص جيجا تقريبا من الطاقة النظيفة وهنا الطاقة النووية هي طاقة نظيفة تماما وبالتالي في اطار رؤية مصر واستراتيجية الطاقة لعشرين تلاتين وان احنا يبقى نسبة مساهمة الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة تصل الى اتنين واربعين في المية ده بيتماشى مع هذه الرؤية والاهم يعني سباتا واستقرارا بالضبط زي الكهرومائية يعني اللي هو من النهر النيل مش زي الرياح او الشمس هي طاقة مستقرة ومستدامة فبالتالي مصر بتضمن من خلال هذا المشروع حجم ثابت ومستقر من توليد الطاقة وبالتالي اللي انا بأكده والحمد لله مشروع ماشي تبقى للمعدلات وفيه يعني كان الاجتماع مهم جدا لمناقشة تفاصيل فنية كثيرة ولكن اطمأنينا ان الحمد لله المشروع ماشي تبقى للمعدلات بتاعته اتفاضل مصر كامل مصر كامل الاخبار انا سؤالي لحضرك فيما بدأت الحديث بيا حوالين استمرار التوترات الجيو السياسية في المنطقة العربية واستمرار الصراع والعدوان الغاشم على غزة وطبعا الجهود المصرية الحاسيسة لإحلال السلام ووقف اطلاق النار لكن ما هي السينجوهات التي تضح الحكومة للتعامل اقتصاديا في حالة لا قدر الله توسع دائرة نطاق الحرب وتأثير طبعا ذلك على اسعار البترول وحركة السمر الأجنب المباشر وهروب الأموال الساخنة من المنطقة والاقتصادية الناشئة وخصوصا من الاقتصاد المصري ويسمح لي سيادتك ليه سؤال آخر كنت اعلنت من فترة عن برنامج للدعم النقدي أو رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وحركة قلت أنه سيكون هناك نوع من الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع ما هي آخر المستجدات في موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي شكرا طيب خلينا أخد الجزء الأول لحركة قلته موضوع السيناريوهات السيناريوهات طبعا زي ما أنا قلت إحنا بنضع كل السيناريوهات على أن الوضع الحالي هيبقى كما هو بدون تدعيات الوضع ممكن يبقى سيناريو متفائل أن توقف التوتر والمنطقة يحصل فيها انفراجة وسيناريو أسوأ أن يحصل يعني اتساع لرقعة الصراع ودخول أطراف أخرى وبالتالي لها تدعيات على زي ما حضرتك قلت هيبقى سعر البترول على خروج الأموال من الأسواق كلها بتاعت المنطقة كل ده حطينه كسيناريوهات وحطين إزاي سنتعامل معه كدولة في خلال الفترة الجاي فعشان كده أنا عايز أقول لحضرتك يعني مش مفروض أن احنا بنتكلمه ولكن احنا عملنا تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية اللي احنا بنستوردها عملنا عقود تحوط عشان لو الأسعار زادت نبقى قادرين على يعني نضمن هذا الموضوع ده بيتعامل الحاجات دي كجزء من الميجرز اللي الدولة بتاخدها علشان نبقى مأمنين يعني جزء من احتياجات الدولة في هذا الكلام نفس الكلام الحمد لله النهاردة الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية ده شيء مهم جدا زي القمح والسكر والزيت والحاجات المهمة للمواطن المصري النهاردة مع الدين الستة شهور في كل هذه السلع فدي كلها جزء من الاجراءات اللي احنا شغالين عليها عشان نضمن ان ان شاء الله اقل يعني خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية لو حصل لقدر الله حاجة زي كده بالتأكيد حيبقى فيه تدعيات لكن كل دورنا ازاي نقلل من التأثير الضار على الدولة المصرية من من كل السبل الممكنة كل دي سيناريوهات بنضحها ولكن بندعو الله منشان ان شاء الله ما يحصلش اي تفاقم في هذا الشام بالنسبة للموضوع الدعم النقدي احنا قلنا هذا الموضوع واحلت هذا الموضوع لمجلس امناء الحوار الوطني وهم فعلا عقدوا اكتر من جلسة بهذا الموضوع وبيناقشوا كل التفاصيل لهذا الموضوع لان الموضوع مش موضوع فقط الفكرة ودي فكرة يعني الكل بيقول ان لا سبيل للدولة المصرية غير التوجه لموضوع الدعم النقدي ولكن الاهم هو التفاصيل التنفيذ ده الاهم بالنسبة لي يعني دايما المثل بيتقال الشيطان يكمن في التفاصيل ده الاهم عشان ما يحصلش مشكلة يعني تضر بالفكرة من الاساس وده اللي احنا الحقيقة الخبرة من الحوار الوطني موجودين وايضا وزارة التموين النهاردة بحكم انها الوزارة المعنية شغالة على سيناريوهات لهذا الموضوع ايضا اذا ما كان هناك توافق من الحوار الوطني للفكر كمبدأ ويضع لنا بعض الافكار للتوجهات احنا كمان شغالين على تفاصيل كثيرة جدا لكيف يمكن تنفيذ هذا الموضوع ما اأمله اذا حصل توافق على هذا الموضوع نبدأ نبدأ بدايات مراحل اولة من تطبيقه على العام المالي القادم العام المالي القادم نبدأ يكون هناك اذا حصل وتوافق عليه وكلنا شوفنا ان ممكن ان احنا نتحرك فيه نبدأ بقى بعض يعني نقدر نقوله انه برده هناخده على مراحل يبقى ممكن ان احنا نبدأ بدايات التطبيق من العام المالي القادم إن شاء الله حسن أبو خزين ماروزة اليوسف دولة رئيس مجلس الوزراء يمكن على مدار العشر سنوات الماضية الدولة المصرية بالفعل أنشأت عدد كبير من المحاور المرورية والطرق على مستوى المحافظات التي كانت تعتبر شرعين الحياة وخليني أخذ من حضرتك وقومنا حضرتك أكثر من مرة رغم حالة عدم اليقين الموجودة عالمياً واللازمات الاقتصادية ولكن الدولة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات المصريين ولا جانب أريد أن نعرف جهود الحكومة المصرية في سداد مستحقات وتعويضات المتضررين من المحاور المرورية طيب عايز أأكد لحضراتكم أن موضوع التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور ده شيء أساسي والدولة المصرية ما فيش فيها هذا الموضوع أي نوع من التهاون ولا محاولة التأخير ولا الممطلة في أي شيء أنا بس حابة أأكد هذا الموضوع ولكن كل اللي بيحصل إنه بيبقى دي تبقى للقانون اللي موجود بينص صراحة على إجراءات معينة تختص بيها هيئة المساحة المصرية مع الجهات المعنية بأي مشروعات من دي بيبقى في حاجة ما يطلق عليها موضوع الشهر إن تنزل هيئة المساحة إعلان على المنطقة اللي حيحصل فيها المشروع وتعلن ليه إن يا متضررين يا مواطنين يا الله حتضرروا تعاللوا في خلال شهر ونص والقانون بيقول شهر ونص قدموا وراءكم ليثبت ملكيتكم أو حيازتكم للمباني أو الأراضي اللي حتبقى وقعة في إطار مشروع المنفع العام في مقابل هذا الكلام الدولة بتودع أموال التعويضات عند هيئة المساحة بالكامل بتبقى حطاها فبيبقى الموضوع كله إجراءات وأحياناً وخليني أقولها يعني بعد هذه الحيازات أو الملكيات بيبقى المواطن نتيجة لأنها حيازات متورقة يعني موروثة ومتورثة أحياناً الورق اللي بيبقى موجود ممكن ما يبقاش فيه ورق من الأساس أو ورق عرفي أو ورق يعني مش موثق فمع ذلك إحنا هيمكن حضراتكم عارفين إحنا يعني إحنا كحكومة خدنا مبادرة إن إحنا نطلق ما يطلق عليه الإعانة أو التعويض الاجتماعي إن حتى المباني اللي بتبقى أحياناً غير قانونية وعشوائية ولكن المواطن قاعد بنا مبنى ومستقر أنا بعوضه اجتماعياً بالرغم من إنه ما عندوش ورق أو المبنى غير قانوني ولكن بعوض ومعوضين تبقى بعدد الغرف ووصلنا إن إحنا بنعتبر الحمام والمبخ غرف عشان نزود التعويض للمواطن فبنعوض اجتماعي للمبنى لكن بيتبقى موضوع الأرض لأن الأرض هنا بقى ملكية فبالتالي بيبقى مهم جداً إن إحنا نتيقن إن اللي بيقدم لنا ده هو ملك الأرض فعلاً دي إجراءات القانون بيشرح ومع ذلك كان فيه اجتماع يمكن نبارح حضراتكم تابعته مع هيئة المساحة وكل الجهات لبعض المشروعات ووجهت بسرعة صرف التعويضات في خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث شهور لهذه المشروعات بعينها عشان نسرع الإجراءات ونخلص الإجراءات فبالتالي وده اللي أنا طلبته حتى لو المشروع كبير وبيبقى مثلاً طوله كيلومترات نبدأ نقسم على طول بسرعة عشان نخلص الإجراءات كل ما نكمل ورق منطقة نصرف بسرعة وناخد المنطقة اللي بعدها وهكذا علشان المواطن ما يتطلش عليه الفترة اللي ممكن إنه هو يصرف فيها التعويض لكن بأكد الدولة المصرية ملتزمة الموازنة الخط أنا عايز أقول لحضراتكم إن فيه بند لموضوع التعويضات في موازنة الدولة بيتخطأ الـ 12 مليار جنيه هذا العام فقط لتعويضات مشروعات النفع العام فإحنا كفلوس وموارد موجودة ولكن هي مجرد الإجراءات وأنا عشان كده وجهت مبارح السادة المعنين إن ننخلص ونسرع الإجراءات بآخر وقت آخر سؤال بقى لحضراتكم تفضل سيادة رئيس الوزراء يعني فيه جهود كبيرة من الحكومة فيما يتعلق بزيادة مخزونات السلع الأساسية خصوصاً اللي إحنا بنستوردها من الخارج سواء كان زيت طعام أو أمحة لكن تلاحظ خلال الإسبوعين الماضيين ودي أول مرة تحصل في مصر إن وزارة التموين أو هيئة السلع التموينية تعلن دفعة وحدة إن هي عايزة تستورد 3.8 مليون طن أنا موافق إن نستورد بس كنا ممكن نستوردهم دون الإعلان دون أن نقول 3.8 دول حوالي 1.7 من 10% من إجمال ما يتم تصديره في العالم وبالتالي لو عندك حتى مخزون والناس شايف أنك عايز 3.8 من 10 أكيد البرصة ستتحرك يعني ودي نقطة مهمة جداً فهل ده أنتم متوقعين مثلاً توطرات المنطقة مثلاً على سبيل المثال أم استعداداً مثلاً للتحول إذا حدث من الدعم العيني إلى الدعم النقدي شكراً بص يا فنم يعني اللي أعلن السيد وزارة التموين ده احتياجات سنة كاملة مش هيجوا مرة واحدة أنا بس حابب إن أنا أقول لحضراتكم اللي إحنا أعلنناه ده احتياجات مصر لمدة عام كامل إنما لما حنيجي نطرح بنترح تبقى كل فترة بناخد مئة ألف مئتين ألف بحيث على مدار السنة باخد تلاتة وتمانية من عشر هو بيعلن إن مصر حتبقى محتاجة لمدة سنة رقم معين إنما لما بنيجي ننزل بننزل ناخد على يعني كمية معينة لكن اللي عايز أقول لحضرتك إحنا أحياناً الموضوع بيضار اقتصادية إحنا ساعات بنختار أو توقيتات بيبقى سعر الأمح فيها منخفض إحنا الفترة دي سعر الأمح منخفض فإحنا بنحاول نستهدف فترات معينة لإن كل دولار بيفرق يعني إحنا بنستورد زي ما حضرتك قلت تلاتة وتمانية من عشر مليون لمدة سنة طيب أنا يعني لو فرق معايا تلاتين أربعين خمسين دولار في الطن حيبقى الرقم ده كم؟ يبقى بتتكلم في مئتين مليون دولار وفر على الدولة فإحنا بنختار التوقيتات عشان ما يحصلش لقدر الله إن إحنا يبقى أزمة لقدر الله ونتطر إن إحنا نجيب بأسعار عالية زي ما حصل وقت في وقت معين لما حصلت أيام روسيا وأوكرانيا وابتدى يحصل والأسعار ضربت بأرقام كبيرة جدا 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 وكنا طبعا كدولة احتياجاتنا لازم نجيب بهذه الأسعار فإحنا النهاردة الحمد لله أنا عندي رصيد أكتر من ست شهور نتيجة لإن الموسم المحلي وحجم التوريد اللي فيه موجود ولكن ده لا يمنع إن أنا النهاردة أزود طالما عندي فرصة إن أنا أجيب بعض الشحنات بأسعار قليلة وعندي القدرة الحمد لله نتيجة لإن بقى عندي صوامع وعندي شوان إن أنا خزن بطريقة آمنة فبقى ده جزء برضو من المشروعات البنية الأساسية للدولة عملتها وهو كل ده يا جماعة بيركب مع بعضه يعني كان ممكن يبقى عندي النهاردة فرصة إن أنا أجيب واستورد بس ما عنديش مكان للتخزين فمش أجيب واضطر استنى لغاية لما فضي شوية وأجيب في وقت ممكن يبقى السعر فيه عالي هيا دي النهاردة إزاي إن بندير المنظومة بتاعتنا بس تهدف توقيتات يبقى السعر قليل أجيب فيها وحط وزود عندي القدرة الحمد لله على التخزين ويبقى عندي إحتياجات وده تاني بيربطنا باللي حضرتك ويعني كانت قال من أستاذ منصور أتوقع سيناريوهات أتوقع سيناريوهات ماذا يحدث لكن أنا في الحمد لله الأمور النهاردة إحنا على يعني أرض سابتة قدرين إن إحنا ندبر إحتياجات للدولة لأكتر من ست شهور وتمن شهور وعشر شهور وموجودة وبناخدها بأسعار قليلة وبقى عندي الإحتياجات في هذا الشأن شكرا متشكرين يا جماعة تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة